فيلمنا بيبدأ مع ميسيز هاريس واللي بتشتغل كعملة نظافة وبتركب الأوتوبيس كل يوم مع صداقتها في فواي عشان تروح شغلها وبتبقى معها رسالة بيظهر انها مهمة جدا بالنسبة لها وبتكون متوترة وهي شيليها وبتوصل ميسيز هاريس لمكان شغلها وبتبقى بتشتغل في ثلاث بيوت وهو بيت ميستر نيو كوم واللي بيبقى كل يوم بيعرفها على بنت جديدة وبيقول انهم بنا تخلق وبعدها بتروح لبيت ايدا واللي بتبقى بتشتغل كعارضة أزياء وبتحاول تحقق حلمها في انها تكون ممثلة لكنها بتبقى دايما متأخرة على شغلها وبتحاول ميسيز هاريس انها تساعدها تجاهز نفسها وبتختار لها لبسها أما البيت التالت فبيكون لليدي دوت اللي بتبقى طول الوقت بتشتكي من مصاريف جواز بنتها عشان ما تدفعش لميسيز هاريس فلوسها وبتبقى ميسيز هاريس محرجة منها جدا ومش عارفة تعمل ايه وبتضطر لتكمل شغلها في بيت ميسيز دوت وده عشان ما تخسرش إذا بيينها وبعدها بتدخل تنظف غرفة النوم وفجأة بتشوفه ستان جميل جدا وما بتكونش مصدق عنها من جماله وبتفضل تتخيل نفسها وهي لبسات والناس كلها معجبين بيه وبيبصوا عليها وبتشوفها الليدي دوت وبتقولها نفسان من دار الأزياء ديور وان كريستان ديور بنفسه هو اللي صممه وبتقولها انها اشتريته من بريس بخمسمية جنيه ستريني واللي بيكون مبلغ كبير جدا بالنسبة لميسيز هاريس لكنها بيبقى نفسها تشتري واحد زيه وبتكون منبهرة بيه وبعد الشغل بتقابل ميسيز هاريس صدقتها فاي وبيروحوا مع بعض الحانة وبيشوفهم ميستر أرشي واللي بيكون صديق لهم وبيعزمهم على مشروب وبعد ما بيقعدوا بتقرر ميسيز هاريس انها تفتح أخيرا الرسالة واللي بتكون من جوزها ايدي اللي اختفى بعد الحرب العلامات تانية لمدة عشر سنين وبتبقى ميسيز هاريس كل يوم مستنية اي معلومة عنه وبتفتح ميسيز هاريس الرسالة وبتلاقي خاتم جوازهم ورسالة من الجيش بتبلغ بموت جوزها وانهم ما كانوش لقين جوزته وعشان كده تأخروا وبتنهار ميسيز هاريس من الحزن لكنها بترتاح بعد ما بتعرف انه على الاقل مات في الحرب وما سابهاش مستنية كل الفترة دي وبترجع ميسيز هاريس البيت وبتشترك في مسابقة للينصيب من اللي بتبقى موجودة في الجرائد وفي تاني يوم بتروح شغلها كالعادة وبعدها بتقعد مع فاي صدقتها في البيت وبيسمعوا مع بعض نتيجة مسابقة للينصيب وبتكتشف ميسيز هاريس انها اخترت صح وبتكون هي الكسبانة وبتفرح فاي جدا وبتسألها عن اللي هتعمله بالفلوس فبتقولها ميسيز هاريس انها تشتري فستان من ديور لكن ميسيز هاريس ما بتكونش كذبة غير 150 جنيس ترليني فبتقرر انها تحاول تحوش على قد ما تقدر وده عشان تقدر تسافر باريس وتشتري الفلسان اللي بتحلم بيه وبتحاول انها تطلب الفلوس من اللي دوت لكنها بتأخرها للاسبوع اللي بعده وبتقولها كمان انها تقلل من عدد ساعات شغلها وده لان ميزانياتها بقت ضعيفة بعد جواز بنتها فبتقى ميسيز هاريس جدا وبترجع البيت وقي حزينة وفجأة بتيجي فايو بتقولها ان ميسيز هاريس ادهم دعوة لحضور مسابقة للكلاب وبتجبر ميسيز هاريس انها تروح معها عشان تحصن من مزاجها وبيروح المسابقة وهناك بتشوف ميسيز هاريس اسم الكلب واللي بيكون نفس الاسم اللي شافته في مكان قبل كده وبتحس انها علامة انه هيكسب وبتقرر انها تراهن ب100 جنيس ترليني وبيبقى ميسيز هاريس هو المسؤول عن الرهنات وبيحاول يقنع ميسيز هاريس ان الكلب اللي اخترته ضعيف ومسلحي ليكسب وبيقنع تخترق الكلب تاني لكن ميسيز هاريس بتكون مؤمنة بالعلامات وبتصمم انها تراهن على الكلب وبتبدأ المسابقة وبيسبق الكلب اللي ميسيز هاريس اخترته كل الكلاب لكن فجأة بيقف قبل خط النهاية وبيخسر وبتنهر ميسيز هاريس بعد ما بتبقى خسرت الفلوس اللي كسبتها وهتبدأ التحوش من جديد وبترجع ميسيز هاريس البيت وهي حزينة وسو الطريق بتشوف خاتم من الماس واقع على الارض فبتقرر انها تسلمه للشرطة وبعدها بترجع للبيت لكن ما بتكونش قادرة تنام من التفكير ففستان احلامها وفي تاني يوم بيخبط حد على الباب وبتفتكرها ميسيز هاريس انها فاي وبتقولها انها كويسها وبتطلب منها تمشي لكن بيظهر صوت راجل غريب فبتفتح الباب وبتكتشف انه عسكري من الجيش وبيقولها انها تاخد معاش زوجها اللي كان المفروض تاخده طول الفترة اللي فاتت وبتتصدم ميسيز هاريس وبتحس ان القدر بيعواضها وبعدها بتيجي صداقتها فاي ومعها راجل من الشرطة واللي بيقولها ان صحاب الخاتم بعتلها مكافأة لانها شخصة امين ونازية وبيديها مبلغ مالي وبعدها بيجي ميسيز هاريس الفلوس اللي دفعتها في الرهان واكتر لانه ما سمعش كلامها وقرر يراهن على الكلب اللي كسب وبيديها فلوسها وبتفرح ميسيز هاريس وما بتكونش مصدق اللي بيحصل وبتقدر في يوم واحد قاعدة في موقف العربيات وده لانه ما عندهاش مكان تباد فيه وفي تاني يوم بتطلب من شخص انه يوصلها لدر الازياء ديور وبتتفاجئ ميسيز هاريس بشوارع باريس اللي بتبقى مش نظيفة فبيقولها الشخص اللي معها انه عملاء النظافة عاملين اضراب بسبب ضعف المرتبات وعشان كده الشوارع تحولت المقلب للزبالة واخيرا بتوصل لدر الازياء وبتبقى مش بصدق نفسها ولسوق حظها ما بتقدرش انها تدخل بسهولة وده لانه بيكون معادة عرض مجموعة جديدة من الفستين لكن بالصدفة بتنزل واحدة من العريضات من عربيتها وبتوقع قدام ميسيز هاريس اللي بتساعدها وبدخالها تقوم فبتجري العريضة بسرعة لانها بتكون مستعجلة وبتنسى شنطتها فبتدخل ميسيز هاريس وراها وبتديها الشنطة وبتشكرها العريضة وبيكون اسمها نتاشا وبعدها بتوصل هاريس لمكتب لاستقبل وهناك بتتكلم مع الموظفة وبتطلب منها تتفرج على الفستين لانها عايزة تشتري واحد فيهم لكن بتيجي المديرة وبتدائم من وجود هاريس في الوقت اللي بيبقوا بيستقبلوا فيه أرقى طبقات المجتمع وبتبقى المديرة عنصرية وبتحاول انها تنفرق ميسيز هاريس لانها بتكون مختنع انها مش تقدر تشتري اي فستان فبتتعصب ميسيز هاريس وبتطلع كل الفلوس اللي معها قدامهم وبتقول انها بتشتغل عملة نظافة وانها كانت بتحلم تشتري فستان منهم وبتطلب منهم يحترموها لانها قطعت مسافة طويلة عشان تيجي الحد عندهم وبيشوفها واحد من النبلاء واللي بيكون اسمه ميستر ماركيز وبيقرر انه يخليها تدخل معلى العرض وبتتدايق واحدة من المدعوين وبتحس بالغيرة والحقد من ميسيز هاريس ومش بتكون عايزة تقعد جنبها لكن بتدخل ميسيز هاريس العرض وبتتفرج على الفستين وبتنبارب واحد فيهم وبتكتب رقمه في الورقة اللي معيها وبيعجب ميستر ماركيز بكونها شخص حالم وبيديها وردة وبيقولها انه تشرف بمعرفتها وبيخلص العرض وبتطلب ميسيز هاريس للفستان اللي كتبت رقمه في الورقة لكن فجأة بتيجي الليدي اللي بتكون متدايقة من وجودها وبتقول نفس رقم الفستان بتاع ميسيز هاريس ولانها عميلة دايما ما بتقدرش الموظفة او المديرة تفضل ميسيز هاريس عليها وبيقتزرولها لكن بيجي المحاسب اندريا واللي بيبقى شاف اللي حصل وبيطلب من ميسيز هاريس تختار اي فستان تاني وهم عاي يصممون مخصوص ليها وده لان كل فستان بيتصمم لشخص واحد بس وما ينفعش اي حد تاني يلبس زيه لكن لسوء الحظ بيبقى تصميم الفستان بياخد اكتر من اسبوعين وما بتقدرش ميسيز هاريس انها تسيب شغلها كل الفترة دي وكمان بيبقى معادة رجوعها في نفس اليوم وبتبقى ناتاشا موجودة فبتعرض عليها انها تخلي صداقتها اللي من نفس مدينتها تنظف مكانها الفترة دي فبتشكرها ميسيز هاريس لكنها بتقولها ان ما عندهاش مكان تبات فيه فبيعرض عليها اندريا انها تبات في غرفة اخته اللي بتكون مسافرة وبتوافق ميسيز هاريس وبتحس ان كل حاجة حواليها بتساعدها تحقق حلمها وبعدها بتدخل الاوضة اللي هياخد فيها المصممين مقاساتها وبيمدحها كبير الخياطين وبيقولها ان جسمها هو الجسم المثالي لأي مصمم فبتشكره ميسيز هاريس وبتخرج من المكان عشان تروح بيت اندريا وفجأة بتلاقي ناتاشا قدامها وبتعرض عليها انها توصلها للبيت فبتشكرها ميسيز هاريس وبيروحوا مع بعض البيت اندريا وهناك بتلاقي ميسيز هاريس البيت مش نظيف فبتقرر انها تنظفه كرد جميل اندريا عليها وبتساعدها ناتاشا في التنظيف وبيرجع اندريا لبيت وبيلاقي انه انضيف الاول مرة ان ناتاشا بتقرر الفيلسوف سارتر وبيحس اندريا ان ناتاشا مش مجرد بنت سطحية زي باقي عراضات الازياء وبيستمتع تلاتة بوقتهم سوا وبيبقوا صحاب وفي تاني يوم بتروح ميسيز هاريس لدار الازياء عشان معادل اياس التاني وبعدها بتخرج من المكان وفجأة بتلاقي ميستر ماركز قدامها وبيطلب منها يتمشوا سوا وبعدها بيعزمها على حفلة بالليل وبيطلب منها تيجي وبالليل بتروح ميسيز هاريس الحفلة وهناك بتتعرف اكتر على ميستر ماركز وبيظهر انها عجبت بيه وفجأة بتيجي ناتاشا اللي بتبقى معزومة في نفس الحفلة وبيكون عندها اكتمع تبع الدار فبتتأثر ميسيز هاريس جدا ودلق انها بتتعب طول اليوم عشان شغلها فبتقول لها ناتاشا انها كمان بتحاول توصل لحلمها زيها وبتبقى ميسيز هاريس مستمتع بالحفلة ومش عايزة تمشي لكن بيبقى عندها معادل الاياس في تانيوم وبتضطر انها ترجع لكنها بتكون تعبنة جدا وبتنام لدرجة انها مش بتحس بالوقت وبتتأخر على معادها وبتروح بسرعة لدر الازياء وهناك بيرفض كبير الخياطين انه ياخدوا الاياس ودلق انها محترمتش موعدها وبيقولها انهم مش مجرد محل الملابس وانهم دار معروفين عنهم الاحترام والالتزام وبيرفض ان يكمل الفستان وبتكون المديرة كمان مبسوطة ودلق انها مش بتكون حبت بها فستان من ديور لشخص بسيط او زوق عادي وبتخرج ميسيز هارس وهي حزينة فبتحاول موظفة الاستقبال انها تخفف عنها وبتارد عليها انها تشوف معرض الاشغال واللي فيه بينفزه تصنماتهم وبتنبهر ميسيز هارس بجمال الازياء وبتحس انها دخلت الجنة وفاجأة بيجي كبير الخياطين وبيتعصب جدا لكنه بيعجب بتشبيهها لديور انها جنة وبيتكلم معاها وبيوافق انه يكمل تصميم فستانها وبتيجي المديرة نادي على كبير الخياطين وبيظهر انها مضغوضة جدا في الشغل وبتتعصب كمان على ميسيز هارس لكن بعد ما بتلاقي ان كل العمال عايزين يعملوا فستانها بتقرر تقعد معاها في مكتبها وتحاول تقناعا انها ما تكملش تصميم فستانها وبتبقى بتكلم معاها بشكل واقح وبتتريع على شغلها وبتسألها لو هتلبس الفستان وهي بتنظف وده لانها ما عندهش مكان تلبس فستانها فيه لانها شخص ما لهش وجود فبتدائي ميسيز هارس جدا وبتحس بالاهانة لكنها بتقرر تفضل متمثكة بالفستان وبتقول المديرة انه حلمها وانها تلبسه لنفسها وفجأة بتدخل نتاشا وبيكون معا ورد من ميستر ماركيز ودعوة لحضرها في بيته فبتتصدم المديرة جدا وده لان ماركيز مش بيعزم اي حد في بيته بسهولة وبتوافق المديرة تكمل التصميم وبتحكي لها انهم مهددين انهم يقفلوا الضار في اي وقت وبتدائي ميسيز هارس جدا وبترجع البيت ويحزينة وبتماشى مع اندريا وبتطلب منه انه ما يسمعش لضار ازياء زي ديور انها تقفل وانه اكيد في حل للمشكلة فبيقولها اندريا انه عنده افكار لكن المديرة مش بتسمح له انه يعرضها وده لانها مش موافقة عليها وبعدها بيرجعوا البيت وفي تاني يوم بتروح ميسيز هارس لبيت ميستر ماركيز وهناك بتعرف انه بيتعامل معاد لطس لانه بيعطف عليها وده بعد ما بيقولها انها بتفكره بالخادمة اللي كانت عنده في المدرسة واللي كانت دايما بتخافف عنه وبتحبه وعشان كده بيحس بان فيه نوع من الارتباط بينهم فبتتصدم ميسيز هارس بعد ما بتلاقيه بيشبهها بالخادمة وما بترضاش توقع في البيت وبتمشي بعد ما بتحس بالاهانة وبتروح معادها في دار الازياء لكن فجأة بتلاقيه موظفة الاستقبال وباقي الخياطين خارجينهم ابيعياته وبتبقى الدار قفلت بعد ما بتبقى فلست لكن ميسيز هارس مش بتايقس وبتطلب منهم يمشوا وراها وبتدخل للمديرة وبتحاول تقناعها تسمع لاندريا وده لان افكاره ممكن تساعدهم لكن المديرة بتطلب منها ما تدخلش في خصية شغلهم لكن ميسيز هارس بتجمع باقي الموظفين وبتقولهم انهم هيعملوا اضراب وبتدخل لمكتب كريستين ديور بنفسه وبتطلب منه يسمع اندريا لمدة 10 دقيق بس وبيسمع كريستين افكار اندريا عن توسيع دار الازياء وفتح فروع في اكتر من مدينة تانية وانهم كمان ممكن يعملوا تصميمات تناسب الست العادية ومشارط انها تكون من الطبقة الارستقراطية وبيقترح كمان يزودوا منتجاتهم من العطور والسعاد ويستغلوا اسمهم التجاري وسقت الناس فيهم بعرض المنتجات دي وبيوافق كريستين ديور على الاقتراح وبتنجح ميسيز هاريس انها تخلي دار الازياء مفتوحة وما تسرحش الموظفين منها وبيفرح الكل بيها وبيسقفوا لها معانا المديرة اللي بتكون معارضة على الفكرة وبتقدم استقلتها وبتمشي لكن ميسيز هاريس واندريا بيقرروا ما يسيبوهاش تمشي وبتروح لها هاريس البيت بنفسها وده بالرغم من اهانتها لها قبل كده وبتحس المديرة بالزنب بسبب معاملتها الميسيز هاريس وبتعطي تذر لها وبتوفق ترجع الشغل تاني وبيسأل اندريا عن نتاشا فبتقوله المديرة انها قدمت استقلتها وسفرت عشان تحقق حلمها فبيخرج اندريا وميسيز هاريس بسرعة عشان يلحقوها وبيوصلوا لمحطة القطر وبيلوها هناك وبيقرر اندريا يعترف لناتاشا بحبه وبيطلب منها تفضل معاه في باريس وتدرس الفلسفة اللي بتحبها وبيقوله انه يسعيدها وبيقرر انهم يرتبطوا ببعض وبترجع ميسيز هاريس لمدينتها ومعها الفلسان اللي كانت بتحلم بيه وفي تاني يوم بتيجي ايدا واللي بتبقى بتعاية لانها عندها حفلة مهمة ومش بيكون عندها فلسان تروح بيه فبتفكر ميسيز هاريس كلام مديرة دار الازياء في ان الفلسان لازم الناس تشوفه وبتقرر تدي الايدا تحضر بيه الحفلة وبتفرح ايدا وبتشكرها وفي تاني يوم بتروح ميسيز هاريس شغلها وبتوصل لبيت ايدا لكنها بتلاقي الفلسان محروق وبتبقى ايدا سايبر سالة لميسيز هاريس بتقاتذر فيها عن اللي عملته فلسانها وانه تحرق منها بالغلط وبتنهار ميسيز هاريس وبتسيب مفتاح البيت لأيدا وبتقرر انها ما ترجعش تاني وبتقدم كمان استقلتها للليدي دوت وبتطلب منها تسوية مرتبها وبترجع البيت واي حزينة وبتفضل ايام في البيت وبيقلق عليها قرش وفاي جدا وبيقرر انهم يختحموا البيت لانها مش بترد على اي حد فيهم وبيحاولوا يخففوا عنها وبتقولها فاي ان فستان هتصور في الحفلة والحادثة بقت في كل الجرائد وانها بقت مشهورة لكن ميسيز هاريس بترد عليها بكل حزن وبتقولها انها كان نفسها تلبسه ولو مرة واحدة بس وبتعدي الايام وبتحاول ميسيز هاريس انها تنسى اللي حصل لحد ما في يوم بيجي عامل البريد وبيديها هدية ومعاها بقت ورد كبيرة وبتفتح ميسيز هاريس الهدية وبتكتشف انها من كريستان ديور نفسه وبيبقى في الفستان اللي كانت عايزها اول مرة وبتفرح ميسيز هاريس جدا وبتلايها رسالها من ماركيز واندريا وناتاشا ومدير الديور بيشكروها فيها على طبتها وعطفها وبيقولها انها تستحق كل الشكر منهم وبيحكولها ان الحادثة اللي حصلت لفستانها انتشرت في كل مكان وتحاولت لدعاية للفستان والمبيعات زادت بسببها فبتفرح ميسيز هاريس وبتقرر انها تلبس الفستان في اول حفلة في مدينتها وبتظهر ميسيز هاريس بالفستان اخيرا وبينبهر كل اللي في الحفلة بجمالها وبيعجب بها ميستر ارشي وبيعرض عليها ترقص معي وبتكسب ميسيز هاريس الحب والفستان بسبب قلبها